اشتركوا في القناة خلال تفقده العناصر والمعدات والأطكم التابعة للكوات المسالحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المنشاة بيقول قرارات حاسمة للرئيس لمواجهة أزمة كورونا السيسي بيقول تأجيل الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر توفير قرد مساند للطيران المدني بفترة سماح عامين منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة 90 يوما يعني العديد من الرسائل والشفافية والطمأنينة اللي شفناها وشاهدناها واسمعناها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس رؤية حضرتك لكلمة الرئيس بالأمس والرسائل أو أهمية هذه الرسائل في هذا التوئيد العلاقلية شرف التواجد أمس في هذا اللقاء السيد الرئيس تفقد في مدى استعداد وجاهزية القوات المسلحة في مساعدة الجهات المدنية المختصة على كافة المستويات في مواجهة فيروس كورونا وأي احتمالات لقدر الله يمكن أن تحدث له السيد الرئيس تم أنا شعب مصر بالفعل بأن مصر جاهزة وعلى استعداد تام لأن مصر فعلا بلد قوية مصر دولة مؤسسات مصر فيها رئيس يشعر بنبض المواطن المصري وتعامل هو وحكومته بحرافية عالية في مواجهة هذه الأزمة بالفعل القرارات التي أعلنها السيد الرئيس بالأمس كانت تتضمن التخفيف من الآثار لسيما على الآثار الاقتصادية من جراء هذا الفيروس وبالتالي أعطى مجموعة من الإعفاءات والتيسيرات سواء فيما يتعلق بالمصدرين ورجال الأعمال وتأجيل الضرائب وتأجيل الديون المستحقة مساندة العمالة الموسمية التي لا تستطيع الآن الوفاء بكامل احتياجاتها لمدة ثلاثة أشهر فإذا الدولة بأكملها على قلب رجل واحد وعند مستوى المسئولية لكن أنا بقول أيضا أن الشعب المصري العظيم يعي الدور الذي تقوم به الدولة فيه دور لازم كلنا نقوم به وانتوا هنا في الكنيسة بتقوم به والمساجد بتقوم به ومنظمات المجتمع المدني بتقوم به وهو دور التكافل حتى احنا كأفراد كل واحد يجد عامل النهاردة قاعد في البيت بلا عمل أسنده بقدر ما أستطيع وأسنده بقدر ما أستطيع وشعب مصر العظيم دايما بيظهر معدنه الأصيل في الأزمات فنحن أيضا في هذه الأزمة أكثر تلحما وتضامنا ووقوفا خلف الدودة المصرية حتى نعبر هذه الأزمة رؤية حضرتك يا أستاذ علي لسرعة الاستجابة من رئيس عبد الفتاح السيسي لأي مطلب من الشعب يعني مثلا شفنا العالقين اللي جايين من الدول سواء الدول العربية أو الدول أوروبية وين هم مش قادرين يدفعوا تمن الفنادق تدخل الرئيس السيسي على الفور وقال خلاص تكلفة الإقامة على الدولة والشخص العالق مش هيدفع أي حاجة ده موقف شفنا مواقف عديدة أخرى منها التحليل لمعهد الأورام أنه يتم التحليل لجميع من كانوا في معهد الأورام خلال هذه الفترة بعد اكتشاف حالات الأطباء ومش بس كمان الموجودين يعني اللي كانوا موجودين من فترة يعني من قبلها تقريبا بأسبوع يتم كمان فحصهم ليه دايما يعني مستنين قرر الرئيس أو هو طبعا من ناحية الإجابية نقول أنه الرئيس يعلم بكل شيء في الدولة رؤية حضرتك أولا بصدق تام مصر أدارت هذا الملف بحرفية شريدة جدا تفوق كثيرا الأولاد المتحدة الأمريكية تفوق كثيرا بريطانيا وفرنسا ما زالت الأعداد لدينا مطمئنة لكن نستمع لكافة الملاحظات والإرشادات السيد الرئيس نحن الآن في مرحلة أزمة وهو ليس رئيس وحسب بل هو أيضا زعيم لأنه جاء بإرادة شعبية كبيرة جدا وجاء من بين الشارع المصري وهو مواطن مصري أصيل بينتمي إلى تراب هذا الوطن وبينتمي في نشأته إلى القوات المسلحة المصرية الباسلة العظيمة وبالتالي هو منحاز للمواطن المصري حريص على روح وحياة وصحة كل مواطن على أرض مصر ولا يأل جهدا في تقديم التوجيه وفي المتابعة الدقيقة وفي التواصل على مدى اليوم من أجل المتابعة والتوجيه وكل هذه الأمور كان لها مردودها الإيجابي الذي تجسد في عدم تفجير أعداد المصابين في التقليل من الآثار السلبية لسيامة الاقتصادية والاجتماعية وشايفين أيضا وزارة التضامن الاجتماعي بتقوم بدور شايفين وزارة القوى العاملة بتقوم بدور بتنفس توجهات الرئيس بتنفس قرارات الحكومة الرئيس بيتابع مسألة التنفيذ والحمد لله يعني الدولة ماشية طيب أنا أتوقف مع حضرتك عند العديد من الرسائل اللي تم الرئيس قالها خلال هذا الاجتماع من ضمنها أو يعني اللي توقف عنده الكثير وهو كلمة الرئيس في التشكيك دايما في القوة المصرية أو قوة مصر إنه المشاككين مش بس بيشككوا كده إنه أنت رئيس كذا أو لا أنت كرئيس مش بتقوم بدورك ولكن هما بيشككوا في قدرة مصر الرئيس يعني أعاد هذه الجملة كتير جدا لأنه هو يعني هو بيقوم بدوره على أكمل وجه الحكومة بتقوم بدوره على أكمل وجه ولكن هناك بعض الردود السلبية اللي تشكك في قدرة الدولة حريقة فندم مصر مستهدفة عبر تاريخ لكن الآن مصر مستهدفة أكبر من أي وقت مضى لأن مصر قوية مصر بتنطلق قدما في مسيرة التنمية بقطة سريعة وسبتة مصر حققت استقرار اقتصادي كبير فأعداءنا بيستخدموا ذيول للأسف الشديد كانوا ينتمون إلى هذا الوطن ألا وهم جماعة الإخوان الإرهابية هذه الجماعة لديها كوادرها من الشباب اللي بتستغلهم في الترويج لهذه الشائعة هما يبدأوا عبر القنوات الإرهابية وأنا بقول لحضرتك بصدق كتام أنا لا أشاهد هذه القنوات على الإطلاق كيف أضيع وقتي من أجل أن أستمع إلى من يعاديني ويعادي أمي وأهلي وأشقائي وبلدي ووطني بمسلمه وأقباطه وطني بمساجدي وكنائسي هؤلاء ينصبوننا جميعا العداء قاتلونا جميعا سقط منا شهداء إحنا كمسلمين ومكسحيين برصاصهم حينما يعتلي هؤلاء منابر الخيانة في قطر وتركيا ويريدون تشويه كل الحقائق يخرج بعد الكلام الكاذب اللي يقولوه تلاقي 200-300 ألف شاب قاعدين يكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي سيرا وراء هذه المعلومات للأسف بعض شبابنا بينصاق وبيصدق يقول لك يا أستاذ عالي ده في 100 ألف واحد يحسيني إن شاء الله مليون لكن مليون كاذب أو مليون مضلل لأنه لما بيكتب فيه شباب بيصدقوه بالذات صغار السن يخش يكتب وراء فعشان كده سيدة الرئيس بيوجيهنا وبيقول لنا وبعدين سيدة الرئيس كمان رد على جزئها مهمة جدا إن للأسف الشديد في بعض أصوات قليلة جدا وليس لها أي تأثير وفقدت مصداقيتها خرجت تقول برضو أصلحنا ندي فرصة للجماعة الإرهابية يعني يشاركونا يشاركونا في إيه؟ لا أحد يرحب في مصر على الإطلاق ونحن كرأي عن مصري نرفض رفدا تاما أي عودة لجماعة الإخوان الإرهابية ولا ينبغي أن يكون هناك موضع قدم الإرهابي في حياتنا السياسية صحيح طيب هنتقل مع حضرتك لكمان من رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي مبارح إنه هيكون فيه ست مستشفيات جاهزة للإفتتاح تابعة للكوات المسلحة وكل مستشفى بها 200 سرير الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إنه إحنا جاهزين لكل السيناريوهات المفروض إن هي تحصل توقعات حضرتك هيكون فيه خطوة تلتة للحظر وعدد ساعات الحظر أنا لا أتوقع زيادة لعدد ساعات الحظر أتوقع أن يبقى كما هو لكن نصيحتي أن نلتزم جميعا بتوقيتات الحظر أن نلتزم جميعا بإرشادات وزارة الصحة لكن ما فيش حاجة اسمها إنه هيبقى حظر شامل لأن الضرورة أو الوضع الراهن لا يقتدي ذلك لأن إحنا حارسين جدا إن المصانع تشتغل لأن الحظر الكامل معناه إيه؟ معناه إن مصانع الطعام مش حتى توافر مصانع الأغذية مش حتى توافر بس سرع المشروبات مش حتى توافر حيحصل شلل في البلد وهذا أمر لا نرجوه ولا نتمنى وبالعكس الفترة بتاعة العمل نتفانى فيها كلنا في عملنا مع الالتزام بقواعد تخفيف الأعداد الأعداد المتواجدة ممكن سيد الرئيس كمان أولى اهتماماً خاصاً بالقطاع الخاص وإنه لازم يدر الناس حقوقها في هذه الفترة إنه ما يفصلش العمالة والدولة زي ما شفنا في قطاع السياحة بتمدهم بإيه في قطاع التيران بتمدهم بإيه كل هذه القطاعات بيعمل فيها كوادر قطاع خاص كبيرة جداً لكن سيد الرئيس والدولة والحكومة حريصة جداً إن الناس دي تاخد مصحقاتها طيلة هذه الفترة التي نتمنى ألا تطول وجزء من شروط ألا تطول أن نلتزم بالإرشادات الطبية والعلمية يعني في نفس السياحة اللي بنتكلم فيه مع حضرتك إن رئيس أشار إنه مش مع تعطيل العمل الدولة المصرية وتوقف الحياة كاملة هو رافض ده كان واضح عشان إحنا يبقى فيه إنتاج نوفر الخدمات للدولة والحمد لله إحنا كنا مطمئنين شفت حريك أول ما حصلت الأزمة الناس نزلت تشتري بكام كبير جداً جيري بقى زي ما أنت عايز كل اللي تهور واشترى كل السلع والبضائع والمنتجات أفندي محدش راح عندي بقى قال وقال له الرز مش موجود السكر مش موجود وزي ما قال الرئيس مبارح الحد الأدنى للسلع السراتيجية تلت تشهر لقدام صحيح وأيضاً فيه بعض السلع السراتيجية موجودة لغاية ست تشهر وخمس تشهر وفيه سلع أخرى موجودة لغاية شهر أكتوبر والتعاقدات مستمرة متواصلة ما عندناش أي أزمة في أي شيء صحيح طيب يعني إحنا كشعب أستاذ علي شوية بنحتاج أن يكون عندنا إجراءات مشددة أو أن إحنا نتمنع بشكل كبير يعني اللي هو لا إحنا وقت الحظر لحد الساعة 7 فالدنيا تمام فهننزل ونروح ونتمشى ونشتري ويعني فيه ثقافة غريبة شوية لبعض الناس فإحنا بستنين المرحلة الثالثة علشان الحظر يبقى عدد ساعاته أقل أكتر فإحنا ما نقدرش أو نتحجم في البيت ثقافة الشعب دي إزاي نقدر نغيرها؟ ما هو إحنا عندنا وسائل كثيرة جدا للتسلية من بينها الخانوات التلفزيونية وما أكثرها خلال هذه الفترة وزارة الثقافة بتامل حتى حفلات على الهوام مباشرة زي ما بنشوف وفيه مسلسلات وقنوات خاصة بالأغاني قنوات خاصة بكذا يعني عايز أقول أن فيه وفائل كثيرة جدا فيه نزح حالاتي بيحب يتابع الأخبار بيقدر يتابع القنوات المتعددة وما أكثرها عندنا في بلدنا وأيضا قنوات دولية بنقدر نعرف الدنيا من حولنا فيها إيوب نطمئن لبلدنا الحمد لله أكثر أمنا وأمانا واستقرارا من أي دولة أخرى في العالم وأهلين اللي في الخارج أيضا الدولة بتتابع معاهم وبطرعيهم وتوفر لهم كل سبل الأمن والأمان لمن يرغب في العودة منهم إلى أرض الوطن أن يعود سالما آمنا مطمئنا أنا هنتقل مع حضرتك لمنشط آخر معنا من جريدة اليوم السابع سد النهضة وزير الرأي السوداني بيقول له خيار أمام مصر والسودان وأثيوبيا سوى استئناف المفاوضات ياسر عباس نسعى للحفاظ على حقوق بلدنا المائية في مياه النيل والمفاوضات الجارية لا تتحبس عن تنازل من الأطراف السلاسة نفت وزارة الرأي والموارد المائية السودانية وجود تضارف في موقف السودان تجاه سد النهضة الأثيوبي بين المجلس السيادي والحكومة مؤكدة أن الملف والتفاوض حاولوا من اختصاص الجهاز التنفيذي للدولة أي لمجلس الوزراء يعني طبعا مع أزمة كورونا تسلط الأضواء على الأزمة ويعني تبعد شوية الأضواء عن أزمة سد النهضة رؤية حضرتك لهذه الأزمة في التوقيت الحالي وطبعا المجهود الرائع اللي بيقوم به وزير الخارجية سامح شكري طبعا وزير الخارجية وسائر الجهات المعنية لم تغب ولو لحظة واحدة عن ملف سد النهضة في الحقيقة وزي ما شفنا فيه موقف عربي قوي جدا مساند لنا في هذه الحقوق رئيس عبد الفتاح السيسي أعلنها بوضوحة النيل بالنسبة لمصر حياة النيل مصدر الحياة مصر هبت النيل كما قال هيرودوت فمصر لم ولن تفرد في قطرة ماء واحدة من مياه النيل موقف قاله السيد الوزير السوداني هو بالفعل ليس هناك من حل سوى في ضرورة لابد وحتما عادة سيناف المفاوضات السلسية بين الدول السلس والتوقيع على الاتفاق المنظم بهذا الشأن ومصر حريصة جدا على حل هذا الملف في ضوء العلاقات التاريخية بين الدول السلس مصر والسودان وأسيوبيا والرئيس عبد الفتاح السيسي قال هو حق لهم في التنمية لكن مياه النيل حق لنا في الحياة وبالتالي لابد من التوصل إلى اتفاق كامل بهذا الشأن والتوقيع عليه بما لا يلحق أي أضرار بمصر أو السودان أنا أستاذن حضرتك أستاذ علي هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل خليكم معيني النور في حياتنا مش بس بنشوفه نقدر برضو نحس بيه إيمانك بنفسك هيحقق لك حلمك مهما كانت ظروفك إصرارك في الحياة وتمسكك بيها هيبقى دافع لكسر كل قيودك تعبر عن اللجواك بأي طريقة بس المهم يقصر هدف أتحبني السنة دي هي تحقيق حلم كل إنسان في حديك شارك أتحبني وحقق حلم المحتاج أتحبني للمسيح مكان في حياتك مصر اللي بنحلم بيها قيمة على الاستثمار ومدينة العبور الجديدة بتتبني على مساحة 58 ألف فدان بموقع متميز على طريق القاهرة الإسماعيلية وعلى بعد 15 دقيقة بس من العاصمة الإدارية شركة السلام لتأسيم الأراضي كل قطعة أرض فيها مسجلة في الشهر العقاري وقريبة من الطريق الأوسطي اللي بيربط ما بين العبور الأديمة ونفق مدينة العبور الجديدة وممكن تختار ما بين خمس مواقع متميزة كلها في المربع رقم واحد وكمان بتقدم لك حراسة مجانية على أرضك من ساعة ما بتشتري لغات لما تطلع الترخيص وتبتدي البناء شركة السلام لتأسيم الأراضي أسكن استسر تقدري تعملي إيه بدولفين تونة؟ صلطة التونة أحلى بدولفين تونة مراكز سانرايز للخصوبة وعلاج تأخر الإنجاب دكتور شريف باشا سيف تفخر مراكز سانرايز بأنها الأولى في مصر التي تقتني حضانات الأمبريوسكوب والتي تعد أحدث تقنية عالمية في هذا المجال تؤدي إلى زيادة نسب نجاح الحقن المجاري وأطفال الأنابيب كما تتميز بمستوى طبي بأعلى المعايير العالمية اتصل على 1393 حلم الأمومة ليس مستحيلا مرة تانية برحب بحضراتك ومشاهديني أستكمل حواري مع ديفي اللي مش عارفنا في الستوديو أستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط برحب بحضراتك مرة تانية أهلا بحضراتك استكمالا لتحليل منشطتنا الصحفية النهاردة كمان معنا منشط خاص بوزير خارجية سامح شكري بيتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الأمريكي حيث تم استعراض الجهود الوطنية المبذولة على مستوى الدولتين للتصدي لجائحة فيروس كورونا وبحث الطرفين أو الطرفان صبل الحد من أثارها الصحية والاقتصادية فيما أعرب الوزيرين عن تضامنهما المتبادل في سياك أزمة انتشار الفيروس نروح مع حضرتك للعلاقات المصرية الأمريكية في هذه الأزمة وانتشار فيروس كورونا بدون شك العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات استراتيجية تصبل صالح كلا الجانبين معا نظرا للدور القوي والكبير لمصر كدولة قوية وكبيرة في المنطقة ودولة محورية ومؤثرة تأثيرا كبيرا في المحيط العربي والمحيط الأفريقي وفي منطقة الشرق الأوسط تحرس الولايات المتحدة الأمريكية دوما على التشاور والتواصل مع مصر والتنصيق معها بشأن مختلف القضايا الآن نحن في أزمة كبيرة جدا هي أزمة كورونا لكن اسمحيل أقول لك هناك إشادات دولية كبيرة جدا بالجهود التي تقوم بها مصر بالأسرس الرئيس عبد الفتاح السيسي عبرت عن ذلك الأول المتحدة عبرت عن ذلك المدير منظمة الصحة العالمية الذي أشاد بالجهود التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أدت إلى الحد من انتشار هذا الفيروس في مصر وفي هذا الإطار بتحرس الولايات المتحدة الأمريكية على التشاور مع مصر في مجال المكافحة وتبادل الخبرات بهذا الشأن لكن في ذات الوقت اسمحيل أقولك برضو الحديث تطرق أيضا إلى العلاقات السنائية وإلى العديد من القضايا التي تهيب البنطقة وتم تبادل وجهتنا زب شاليا في ظل التعاون المتبادل والمبادرات اللي موجود بها رئيس عبد الفتاح السيسي كان أولها في الصين وبعد كده كان في إيطاليا هل ممكن الرئيس يبعث أو يبعث رسالات لمساعدات لأمريكا علشان الحد من هذا الفيروس والله كل شيء وارد في الحقيقة في ضوء يعني التواصل والتشاور المستمر لكن كان فيه طبعا زي ما شوفنا كارثة كبيرة جدا في إيطاليا مصر وصلت إلى هناك وقدمت مساعدات وفي بداية ظهور الأزمة في الصين ذهبت أيضا وزيرة الصحة قبل ما تروح إيطاليا راحت الصين في ظل الأزمة الكبيرة جدا عندهم وقدمت مساعدات وسفير الصين أشاد بجهود مصر ورئيس السيسي وقال نحن لن ننسى أبدا أن وزيرة الصحة المصرية كانت أول وزيرة لدولة خارجية تصل إلى الصين وتقدم لنا مساعدات في مجال المكافحة دور مصر دور محترم ودور عظيم وعتادت مصر أن تساند الدول وأن تقف مواقف تاريخية بهذا الشأن أنا أروح مع حضرتك لجريدة المصر اليوم استحب تقول 91% من الحالات الألف الأولى المصابة بكورونا تلقت الرعاية بالمستشفيات العادية عقدة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اجتماعها أمس برئاس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجل استقال وزراء وبحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والتنمية المحلية وأيضا الداخلية والصحة والسكان والدولة والإعلام للإعلام مستشار رئيس جمهورية شؤون الصحة والوقاية وكان في مستهل اللقاء أو الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالجهود اللي بتقوم بها الكوات المسلحة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وتم استعرضها بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح عمس يعني رؤية حضرتك لبيانات وزارة الصحة ويعني توعية وزارة الصحة الموطنين ولأن وزارة الصحة في الحقيقة لم تتدخل وسعا في اتخاذ كافة الإجراءات منذ اليوم الأول للإعلان من جانب منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف هذا الفيروس اتخذت على الفور كافة الإجراءات اللازمة وأشادت بجهودها بهذا الشأن منظمة الصحة العالمية والتي تكسدت فيه توقيع الكشف الطبي داخل القادمين من الخارج وأيضا تجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات جهزيتها لاستقبال الحالات توقيع الكشف الطبي الفوري على الحالات التي يشتبه في إصابتها بهذا الفيروس وتوفير أماكن العزل في مختلف محافظات مصر وتعاملت مصر مع هذه الأزمة على الفور ووفرت الرعاية الصحية والطبية اللازمة لكل من لحقت بهم إصابة بهذا الشأن ولدينا أيضا الاستعداد والجهزية الكبيرة لقدر الله وهو ما لا نتمنى إن شاء الله لا يحدث لو تزيارت الأعداد إلى عدة آلاف مصر قادرة على التعامل وعلى توفير الرعاية الطبية اللازمة لها واطمأنينا برح من السيد الرئيس واطمأنينا من خلال قواتنا المسلحة العظيمة وشفنا جاهزيتها قوات المسلحة العظيمة فاندم لم تدخل في أزمة إلا وكان النجاح حليفها صحيح لم تدخل في مشروع إلا وكان النجاح حليفه لما بدأنا وقالوا اللي هي الأعداد سيارة القوات المسلحة هي المشرفة على قناة السويس الجديدة وخرج المشككون يقولوا مش هتقدروا لا نجحت مصر وفي ذات التوقيت وسيادة الرئيس قال 18 شهر 18 شهر بالزبط زبطنا الساعة عملنا الاحتفال ونجحت مصر حاولوا يشككوا ما هي مصر لمدة 60 مليار من الناس ومش هتسددهم تسددت بالكامل للناس محدش اتأخر يوم محدش قال لحد لا ما عند الناس فلوس النهاردة بالحكس فإذا الدولة المصرية بتتعامل بشفافية تامة بتتعامل بمصداقية تامة وزارة الصحة تعاملت مع الأزمة منذ بداياتها وحتى الآن بمصداقية تامة إعلان دقيق جدا للحالات التي تم اكتشافها الحالات التي تماثلت للشفاء أعداد الوفيات لا يوجد لدينا في مصر أي شيء نخفيه لكن لدينا في مصر ما نفخر به في التعامل مع هذه الأزمة صحيح طيبا ننتقل مع حضرتك لمنشات آخر معنا من جريدة الوطن جامعة زويل بتقول ننتظر لجنة من التعليم العالي لمراجعة نماذج أجهزة التنفس الصناعي كشف الدكتور شريف صدقي رئيس مدينة زويل أن هناك لجنة علمية من التعليم العالي ستحضر إلى الجامعة خلال الأيام القادمة حيث سيتم عرض النماذج الأولية من أجهزة التنفس الصناعي التي ابتكرتها الجامعة والحديث مع الأطباء والمصممين لهذه الأجهزة رؤية حضرتك لهذا الخبر وطبعا هذا الخبر يعني أن هناك جهودا بضنية ليس في هذه الجامعة فحسب بل في المركز القومي للبحوث في الجامعات المختلفة بهدف التوصل إلى اكتشافات لأجهزة ومعدات يمكن أن تساهم وتساعد في علاج المرضى وفي الحد من أثار وفي إنقاذ حياة وأرواح المواطنين لكن مثل هذه التجارب أيضا ينبغي أن تسلق طريقها المتبقي وهو أن تحصل على موافقات براءة الإختراع بالنسبة لها من الجهات المختصة لا سيما أنها مرتبطة بصحة حياة المواطنين لكن في الحقيقة يعني ليعلم الجميع أن علماء مصر بخير ولا يألوا جاهدا في البحث عن مصل أو البحث عن علاج أو البحث عن أجهزة طبية كده من الصورات هممكن نصنعها محليا كل دي جهود مشكورة من جانب علماء مصر بمناسبة كلامنا عن المصل يا أستاذ علي يعني في ناس كتير قوي بيتشكك أنه يعني الدول العالم كله مش عارفين يجيبوا مصل أو يكتشفوا مصل ومصر هي اللي هتكتشف يعني المشككون كتير قوي وبيشككوا وبيهدوا منقدرات الدولة لأ دهنا حرد أعليهم بحاجة طب مش دول العالم والأكثر تقدما وأمريكا وإيطاليا وفرنسا شوفوا الأعداد هناك كام والأعداد هناك كام المصريين عندهم إرادة قوية جدا القيادة المصرية إرادة قوية جيش مصر جيش عظيم جدا يعني إرادة المصريين لا ملاش حل في الحقيقة صحيح فإحنا وفقا لإرادتنا وفقا لإخلاصنا لتفانينا في العمل وفي الأداء بنستطيع بالفعل أن إحنا الحق نجاحات أكبر من كثير من دول العالم ويمكن هذه الأزمة أزمة كورونا العالمية كشفت عن قدرة مصر أمام العالم ربنا يحفظنا جميعا مع اقتراب الأعياد ودخول شهر رمضان كل سنوة حقيقة طيب إن شاء الله تكون مصر بأحسن حال الله يبرد فيه وأعيادكم كلها الجميلة إحنا مشاركين فيها وسعداء فيها وبنتبادل فيها التهاني لأنها مش مجرد أعياد لأشقائنا المسيحيين أبدا ديكو حتى بها أصبحت الآن أعياد قومية لنا جميعا كلنا بنفرح بأعياد أشقائنا سواء الأعياد الرئيسية الكبيرة أو حتى الأعياد البسيطة زي عيد الغطاص وعيد شم المسيم وعيد كذا دي مناسبات قومية كلنا بنفرح بيها وبنتبادل التهاني والأخوة والمحبة والصدق والاحترام المتبادل وقتاما بقول جملة واحدة بس أنا عندي 62 سنة ربنا يجيك استح الله يخليك أزهى فترات الوحدة الوطنية في عهد الرئيس عبد الفتح السيسي وده يسمع على صدري أنا كمصري لأن أنا بحب المسجد وبحب الكنيسة بحب أمي وبحب جارتي المسيحية لأنها في مقام خالتي وعمتي هكذا تربيت في البيوت المصرية الشعبية الأصيلة هذه الروح موجودة في القرية المصرية في صعيد مصر في ريف مصر عند كل مصر سوي لكن أنا بتاهم جماعة الإقوان الإرهابية هي اللي كانت بتسير الفتن عبر العقود الماضية لكن خلصنا مصر بيدا إرهاب بإذن الله طب بنا يحفظنا جميعا شكرا أنا طولت أنا متأسف لا نهرتني أستاذ علي بشكرك على وجودك معنا أستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة رئيس تحليل وكالة أنباء الشرق الأوسط بشكر حديك شكرا جزيلا شكرا يا فندي مشاهدين فقرتنا الصحفية انتهت بعد الفاصل هتكون معنا فقرة مع دكتور رحاب العوضي أستاذ علم النفس هنتكلم فيها عن إزاي نقدر نحمي نفسنا من ويعني نفسيتنا من أزمة كورونا هروح للفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم خليكم معنا شكرا